اكتري اثنين اكتري اثنين سفر انا بالنسبة لك فيني لكن سير مباراة مبارح بعد مباراة زيلت لفرصة مباراة هاي بتكسب اربعة خمسة تخلص من هنا بالزبط انت كنت هتروح يعني نزهة في الجزائر لان مباراة انا مستغرب فريق وفاق الصيف مستغرب خطة فاعة ومستغرب حارس مرموان اللي احنا اجمعنا انا وانتن هو هبقى نقطة قوية جدا في فاق الصيف لكن مرح اسوأ خطوط حارس المرموى والدفاع فرص كده جدا ضعت جدا بغربة شديدة مش موجودين البداية بداية المباراة اول خمسة دهائق وفاق الصيف وانمسك الكورة واندام بيعمل الهجمة وكده لكن بعد كده تحس ان لعبتي نادر اهلي خلاص بقى امتلكت ازماع الامور تماما في كل حاجة دفاعيا وهجوميا وخلاص ملعب بقى ما استفصل بقى كابتن موديل الفني اللي هو فاق الصيف يبدأ بدفاع متقدم من حدود منطقة جزاء النادر اهلي وضغط عليك وجامد وشكل بعض الخطورة في الاول وما زلت بقول ان رغم ربعيات النادر اهلي في المباراة اللي فاتت في بعض المشاكل في خط الدفاع ولكن الفوز ما بيخليش البعض يتكلم فيها بحس ان فيه احيانا وبالذات يمكن الماتشين اللي فاتوا وبالذات حضرتهم في الملعب يعني في 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 بعض يعني مش المشاكل لكن في آآ دفاعات كده في خط الفوز ما ممكن ما ممكن ما يتكلمش عليها على في الصحف او على الملعب لكن بينه بين اللعيبة دايما زي بقولك انا كنت بتكلم برضه معك انا دايما هنا بقولك المدير الفني الناجح بيفكر في سلبيات اللي لكت موجودة ويعالجة اجابات كتير جدا لنبارك في سلبيات انه كنت في مرح وشايفة اياب هو اكيد بيعالجة لكن ما قدرتش يتكلم يعني بينه اللعبتو في الملعب وده اصح حاجة من وجهة ناظر انا وبتعالج سلبياتك في الملعب مع لعبتك ناظر الاول تشرح وتوقف الصورة وبص وكده وعدين تبدأ تاني عملي في الملعب لكن امبارح اجابات كتير جدا اكبر حاجة سلبية امبارح اضاعة اهداف سهلة او خروج نتيجة مرورة 2-0 مرح وليد اهداف اضاعة كتير جدا زائد حظ سيء يعني الكورت القائم حظ وحش جدا فيه الهدف هدف صحيح الهدف حتى اللي اجابه هدف صحيح مفهوش افساد خالص على مهم زاكران من الاول لكن هو سوق حظ ممكن ان شاء الله يتتعاود هناك نحن بش نتكلم عن التحكيم لكن برضو طاقم التحكيم الافريكي مبارح يعني انا بحط تحتيه خطين شوية اكبر غلطة مبارح هي الافصاد حسبه على مهم 2-0 برضو اهاب اعتقد الموضوع خلاص في كورات كتير في وسط الملعب كانت صفارة يعني متسرعة شوية لكن في المجمل يعني ما عليكش اخطاء تأذيك يعني ما هو اذاكش في حاجة في الاهل نفسه لكن زا بقول لك انا هو يوحح سلاح المنافس شوية بالزبط اوه لكن هو يوخذ على ومش الحاكم بس هيوخذ على ايمان اللي هو ما تدولوش افساد لكن هي طبعا ما فهاش راحة الافصاد خالص مبارح كنت بتمنت لها اكتر من كده لان بصراحة ايهاي بفخص طيف مش هيبقى بالسوق ده على ارضه ارضه وسط جمهوره هتعلم فقا يعني اللي انت كنت بتتكلم فيها الوقتي بسمعك الوقتي انت هو محمد بتتكلم على الجماهير الجزائر وجماهيره وفخص طيف بصفة خاصة طبعا لا اكيد الملعب هفول من الجماهير هو بالنسبة له اتنين سفر يقول لك ما هو جابه اتنين انا ممكن اجيب اتنين سفر نحن هو احنا راحين صحفيين ملعب الجزائر راحين يعني قاعدين في المدرجات انت في المدرجات ينتج في الملعب قاعدين يعني هم يعني اللطاف وكل حاجة هم عندهم حماس زايد جدا لا لا هم مختلفين جدا حماس برا الملعب ينعكس على اللعيبة بطريقة مش طبيعية يعني انبارح انا متخالي الشكل لو جماهيرنا كلام موجودة لا انت كنت تتفرج على حاجة تانية خالص تختلف جدا معا ان ما فيش تقصيل انبارح وطلع الشوت الاول اتنين سفر بالزبط ما فيش تقصيل من لعبة الاهلي لكن في وقت ايهاب بتبقى محتاج تسمع سوء جمهورك فوقك صح صح بالزبط خليك تبديع اكتر مبارح ما فيش تقصيل من اي لعبة مبارح خالص بالعكس لكن غاب اللعب الاساسي اللي هو الجمهور ودائما جمهور النادي الاهلي من زمان جدا هو كلمة السر هو اللي بيديك الحماس هو اللي بيخليك حتى كسبان عايزت اكتر بتبقى كسبان ونقص بقى الحاجة الحلوة اللي مستناها الجماهير الاداء الشكل الاهاط لما تطلع من جماهير الاهل انت مطمئن نوعا مع النتيجة بس انت عايز كمان تمتع بقى جماهيرك ما هو لعيب الكرة خصوص لعيبة النادي الاهلي برضو اسكية جدا هو الحمد لله ممكن لك نتيجة كويسة انا عايز امتع الناس دي يعني لعيب الكرة بيحب بيسمع الاهاب بتاع الجماهير هو ده ده النفس الجديد طبعا عشان دايما يقول لك احنا جماهير النادي الاهلي ده رخم واحد واحد فعلا هو رخم واحد دي جماهير النادي الاهلي بيديك حاجات كتير جدا حماس ومتحة وحتى لو مش كويس حس الجماهير دي صح صحك تاني كسبان انت عايز اكتر هم بيدولك عارف دايما بيقول جميلة ده بتدي نفس جديد لك كان مبارح مفتخدينه شوي مبارح نفس الجمهور كان غايب لكن نفس اللعيبة كان موجود قدروا لمتصوا حماس المنافس بشكل كبير امتلكوا زمام الامور قدوا مسكوا عملوا عدد من الجمل القصير مبارح بقالنا كتير في التلت اللجومي يعني بهذا الاداء وهذه الروعة